ايه في الزمالك تالي؟ عندي بس ملف مباراة دريمز كابتر حسين لبيب هيرافق البحث يعني نظرة لأهمية المباراة بس مش رئيس بعض دكتور حسام المندوهو رئيس البعث مفهول كان عملها قبل كده دكتور حسام مع كارترون في المباراة صعبة برضو الأمور مشت بيضر في العملات التنظيمية في البعثات الخارجية يقدو دور كويس الزمالك هسافر بضائرة خاصة من القاهرة الكماسي أنا عايز أتكلم على حالة المصابين يا كريم لأنه كان فيه أكتر من اسمه مهم جدا جامعي الزمالك الآن عواد جاهز عمر جابر وزيزو شاركه النهاردة في التدريب فاتوح هينزل في تمرين الغد خلاص هيشتغل من بكرة وإن شاء الله يكون موجود بشكل طبيعي مع الفريق هيتبقى بس للزمالك محمد صبحي محمد صبحي في مباراة الزهاب كان راجع من إصابة في العدلة الضمة كان لسه راجع من الإصابة وما كانش جاهز أصلا فنيا للمباراة دكتور أسامة بعد المباراة لما جاء يطمن عليه بالأشعة على أن بالصبحي لسه المزق يعني رجاله وإن هو مش جاهز طبيا ففي الغالب يعني صبحي هو اللي بعيد شوية ولكن زيزو فاتوح عمر عواد الجهاز الطبي طمن جميز على حالتهم وإن هم يقدروا يكون إن شاء الله موجودين مع الفريق في المباراة العودة محمود علاء مكمل مع زمالك ولا مش خلاص؟ لا مش خلاص محمود علاء يعني إدارة الزمالك مفتحتش معايا الباب للتجديد فتحت من فترة بعيدة كده مجرد يعني كلام من بعيد يعني ما فيهوش حاجة فيها جدية محمود عنده أكتر من عرض من الدوري المصري ولكن يظل هو بيهتم شوية لو فيه عرض في دوري عربي إنه هو يتحرك في شهر 6 اللي جاي ولا حاجة ولكن لو ما فيش هو عنده أربع عروض من الدوري المصري ولكن الموضوع محصوم داخل الزمالك بعدها من التجديد أوباما أوباما لأ أوباما مرحب جدا من التجديد ينتظر جلسة مع أدارة الزمالك هيمضي في نفس اللحظة ومعندوش أي مشاكل في أيها زياد كمال بعد الأعارة زياد كمال هيبقى موقفه صعب لو استمر على الوضع ده زمالك ممكن يكتفي بالست شهور الأولى في أعارة زياد كمال ولكن هو لعيب مهم بالنسبة للإدارة الحلالة لنات زمالك ولكن الإدارة الفنية لسه جميز مش شاف إن هو يعتمد عليه فبالتالي هينتظر إدارة الزمالك الست شهور وبعدها يتم القرار ولكن لو الأمور فضلت مكملة كده ما توقعش إن الجدد مين اللي مكمل في الزمالك عواد ولا صبحي ولا اللي اتنين ولا اتنين ماشيين اللي اتنين هيتم التفاوض معاهم بعد نهاية كونفدرالية في أرقام زي ما أنا قلت لك في حلقة قبل كده سبعة تمانية تسعة وفقوا على عرض الزمالك يكملوا في واحد ماشي مين صبحي صبحي بنسبة بنسبة صبحي ماشي أنا 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 متفق مع هاني عامل الماري فايت قال لي إنه رايح بيرامدز آآ 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 أنا أنا متفق مع هاني في في نسبة لشان صبحي آآ 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 ولكن كل شيء وارد لإنه بين اللحظة والتانية سداني صبحي ممكن الصبحي تليه موقع عاية أنت عارف إن هي الآخر لحظة لازم نتابع التطورات صح الغد ما يحصل النهائي